اشتركوا في القناة ان الاسم له علاقة بمقاتل مع صلاح الدين يدعى الشيحة جمال الدين قتله الفرنجة فطار رأسه ولعل هذا لا يعد أكثر من كونه مجرد حكاية لا ترقى إلى عراقة القرية ومع ذلك يقول السكان هذا مقامه بلدة ترشيحة في الجليل الأعلى محاطة بعدد من التلال والجبال المخسوة بالأشجار وشجيرات والأزهار على اختلاف أنواعها والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين كما أن بلدة ترشيحة محاطة بعدد من الخرائب التي وثقها عدد من المؤرخين بأنها تعود إلى القرن الرابع للميلاد تاريخ ترشيحة القديم لم تهزمه الحداثة وللواقع المستجد بعد عام 1948 فظل المسجد متآخياً مع هذه الكنيسة أما إلياس نصرات الذي التقيته في الأزقة العتيقة المحدثة مثقل بالذكريات قبل 48 وبالطارئ الذي لم يسكت لغته العربية نحو خمسة آلاف نسم سكان ترشيحة متعادلون عدداً مسيحيين ومسلمين لكن من هجروا منها يبلغون الآن نحو خمسة وستين ألفاً في الشتات وعيونهم إليها ترحال كل يوم من ترشيحة في الجليل الأعلى محمد أبو عبيد العربية